وفي تفرعات الخدمات والاحتياجات جدد أهالي ناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء احتجاجهم على مشروع الطمر الصحي بالقرب من منازلهم مؤكدين أن الغازات السامة المنباعة تسببت بالعديد من الأمراض السرطانية وأثرت بشكل كبير على الأراضي الزراعية بالمنطقة مطالبين الحكومة المحلية إعادة النظر بالمشروع وإبعاده عن الأحياء السكنية نشكر القنوات الفضائية وخاصة قنوات صلاح الدين الموقرة على اهتمامها الكبير في موضوعنا الذي هو موضوع الطمر الصحي الذي من المزمع إقامته في منطقتنا نحن في هذه الوقفة نطالب أو نناشد بالأحرى السيد رئيس الوزراء المحترم أستاذ محمد الشياع السوداني بأن يتدخل شخصيا لإيقاف هذا المشروع هو مشروع الطمر الصحي الذي المزمع إقامته في منطقتنا مثل ما تعرفون أنه هكذا مشاريع هي مشاريع تأثر تأثير كبير وصحيا وبيئيا واجتماعيا وزراعيا على المنطقة وبالتالي تصبح المنطقة في عملية تصحر كبيرة وربما تؤدي في المستقبل إلى هجرة السكان من هذه المنطقة تنتشر كثير من الأمراض وخاصة الأمراض السراطانية وأمراض الحساسية التي نعاني منها وأنا شخصيا أعاني من مرض الحساسية نتيجة الغازات التي تنبعث من الطمر الصحي ومن الطاقة الحرارية أرحب بقناتكم الكريمة وإحنا اليوم جمع كريم من أهالي منطقة الشيخ رياح وناحية المعتصم اجتمعت هاي الناس كلها حتى تبين للإعلام أنه هذا الطمر الصحي الموجود بهذا القاطع الشون ماذي هاي المنطقة كلها إحنا عدنا رياح من هنا غربية خلينا نقول وهي الطمر الصحي كله فوق هاي المناطق عدنا طوق أمني مننا ناحية المعتصم مننا منطقة الشيخ رياح من هنا بصفن الحرارية وموقع الديزيلات إذا هستتفررنا الكاميرا من هنا راح تشوفوا أنه موقع الديزيلات شون يجيب كل المحروقات باتجاه المناطق إضافة إلى أنه جددوا أن هذا الموقع هنا فوق ناحية المعتصم الاستحدثواء بالجديد أنه هاي الموقع الجديد اللي هو قربه شيخ رياح ثاني موقع وبالإضافة للحرارية المنطقة تعاني من إصابة سرطانات يعني ما يقارب 30 حالة وهذه الناحية جاي تشوفهم جدامك يعانون من هاي الأمراض والناس هي أساسا فدحالة بيئية يعني وضعية لا تطاق مننا حرارية مننا طمر صحي اليوم اللي نرجوه من سيادة رئيس الوزراء ودولة رئيس الوزراء والسيد المحافظ صلاح الدين أنه ينظر نظرة أب إلى هاي المناطق ينطينا الممرة الثاني اللي نعاني من عنده أربعة آلاف موظف بالحرارية نعاني من حوادث يومية بهذا الممرة الثاني ما لسا مرة اليوم إذا تكررت فدثمانين كابسة مع القضائين وناحيتين إشقد راح يصير حوادث بهذا الطريق؟ إضافة إلى طمرين صحيات وحرارية هاي فوقانا مخلفاتها جاء تجري على المنطقة إحنا الناشد السيد رئيس الوزراء بخصوص هذا الطمر الصحي خدمات شوارع مديشنو هاي كلها ما نريدها هاي كلها كلاوات إحنا ما نريد الريد يقلعون هذا الطمر الصحي ما نريده أما إحنا شبعان قلوبنا من الخدمات ومديشنو الحكومة هي تسوي خدمات أما طمر صحي ما نريده هنا إحنا بالنسبة لنا المنطقة بيها عدة مكانات أثرت علينا تأثير مباشر على الزراعة وعلى البشر بالإضافة إلى كثرة الأمراض السراطانية والأمراض الأخرى بالإضافة إلى هذا المكان اللي هسه مختاري قريب على المدارس كل الشي يعني أكو قسم مدرستين بعد أن هذا المكان أقل من 500 متر فما من المعقول يعني ضمر صحي يصير بصف المدارس وصف المنطقة السكنية بالإضافة إلى هذا المنطقة اللي هسه أو المنطقة اللي هسه اقترحوها هي أرض زراعية طابوا وعقود سارة المفعول بالنسبة لأهلها ومشغولها يعني هسه قاعدوا يرعون بيها هسه هسه بالوقت الحاضر فإحنا نرتي تبديل المكان بمكان آخر يبعد عن المنطقة لأنه طاقة مؤثر علينا طمر الصحي مالسامرة مؤثر علينا طمر الصحي الموجود في المنطقة كل مؤثر على المنطقة وكثرة الأمراض وكثرة معاناة الناس بالإضافة إلى أذية الأرض الزراعية كل هذا هو مساوى الطمر الصحي فإحنا ناشد سيد الرسول الجزراء المحترم والناس السادة المسؤولين المحافظ والنواب صلاح الدين أن ينظرون لهذا الموضوع النظر العبوية ويخلصون العالم من هذا البلاء لأن هذا فعلا هو سمو قاتلة للناس